السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النادي الأهل وجمهوره بقدم عظمة وملحمة تاريخية لازم كل يتكلم عنها ويتكلم عن الانتماء وعن الوفاء لجمهور النادي الأهل العظم إدارة بيرامد بتعمل إن بارح بترفع قيمة التسكرة من 75 جنيه للتالتة إلى 100 جنيه وبترفع من الثانية من 200 جنيه لألفين جنيه 200 جنيه لألفين جنيه يا ظلمة وتدفع المنصورة المنصورة 5000 جنيه يقوم الجمهوره عاملين بارح الجمهور يروح واخد كل الدساكر وحاجز كل دساكر مباراة إلى أهل وبرامدز علشان يقدم مرحمة تاريخية للعالم ولجمهور اللي بيطلع يزيط وبيطلع ينافس علينا وبتنفسن نحن شفنا جمهور الزمان الكل شجع بيرامدز الإسبوع اللي فات وفي الآخر خدله قضية في الحطة الفاضية من أفشة وعلم عليهم ممدوح عيد اللي كان منتمل للنادي الأهلي وكان بيشجع وكان موجود في المدرجات النهاردة بتحط عليه تقوم إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب الراجل اللي بنحترمه وكل جمهور النادي الأهلي بيحبه وبيحترمه مش يطلع جمهور الزمانكاوي اللي بتكلم يقولك ده جمهور الأهلي ومحمود الخطيب والساعات اللي شايفينها على سوشيال ميديا اشترى يا عم اشترى ايه بتاعيه الراجل بيقدر جمهوره الراجل اتكفل بكل الدساكر اللي اتدفعت من الجمهور الأهلاوي وقال لك كمان خد عندك المطشاط اللي جاية الدسكرة بخمسين جنيه واحنا اللي هنعوض الباقي لدسكرتي يعني احنا اللي هنعوضه عدوا 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 بحتة جنب يعني ايه في حتة ناشفة كده انا مش فاهم الناس دي طلعة بتكايد ونادي الاستثمار وهاسحب وعمل زي السبت المأموصة من جوزها ليلة الخميس بتروح تبات عن ضمها عايزي لك يا ابني انزل لعن في الملعب تعال وريني نفسك انت انزلت في الملعب يا ابني جمهور الأهلي محدش يقدر عليه احنا الأهلي محدش يقدر علينا النادي الأهلي طلوع عمره ماشي في خط مستقيم اضاء جمهور لعيبة مدربين النادي الأهلي بيصنع التاريخ لنفسه محدش بيصنعه له واحنا عارفين كده النادي الوحيد والأوحد داخل مصر والوطن العربي وافريقيا اللي ماشي في خطة مستقيمة هات لأي نادي فيه إدارات بتتعاقب على حبه للنادي الأهلي زي النادي الأهلي النادي الأهلي بتحارب من جميع الجهات ان كان اتحاد من ربطة من لجنة حكام للجنة المسابقات النادي الأهلي بتحاربت العمر يطلع الجمهور زي ما كان يقول لك ده ده النوس ده ده بتاع الدولة والنادي اللي الكل بيساعد فيه ليل ونهار مين بيساعد النادي الأهلي ربنا سبحانه وتعالى ثم الإدارة الجمهور واللعيبة والمدربين بس مين بقى هات العوامل الخارجية اللي بتتكلموا ليل ونهار عنها النادي الأهلي منظومة كاملة مدكاملة جماعة النادي الأهلي بيكتب تاريخ وحروف من نور علشان العالم كله يعرف إم تنادي الأهلي نحن عارفين الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله مش هقولك بس عندنا في مصر الدنيا كلها فيها اللي مكفيها لكن عندنا في مصر الدنيا تعبانة والناس بتشتكي من كل حاجة غلق أسعار ارتفاع مواد ارتفاع أكل شرب كل حاجة لكن في عز الأزمة اللي البلد بتمر بيها بنشوف جمهور النادي الأهلي بيطلع يعني أنا لما أطلع أنا مولادي وأخذ أحفادي أو أخذ زوجتي أطلع علشان نتمتع ونتفرج على النادي الأهلي يطلع واحد دلدول واحد دلدول تمام ويرفع للتذكرة يا أما مدوح يعيد والله لو رفعتها 500 جنيه التالتة لو اترفعت 500 جنيه جمهور الأهلي هيمنى الأستاذ لو أنت بقى جمهورك مش هيمنى الـ 15 ألف اترحم لجمهور الأهلي وانت تشوف الجمهور دوت مال الأستاذ وقاعد ومربع داخل الأستاذ انت بتتكلم في اين انت بتتكلم في تاريخ بتتكلم في ناس صنع التاريخ النادي الأهلي جمهوره وراه مش زي جمهور المنافس اللي لما خرج من المنافسة طلع وراح شجع بيرامد وإلينا في خاند الغندور وميده مثال يا بوسلم دا احنا عندنا واحد زي الهجاص رضا عبد العالم بيطلع عليه الهنهار لو الزمالك كسبت معرفش أسمنة أسود بيقول لك بص برشلونا تلعب ريال مدريد بتلعب الأهلي يبواخد أفريقيا ومقطع الدنيا دا مدرب تعبان دا خجاص دا مدرب معرفش إيه يا راجل يقول كلمة حق الربنا هو أنت نفسك ومنع عينك الأهلي يقع في أي حاجة نفسك الأهلي يقع وعمره ما يقع والله عمره ما يقع طول ما ربنا معنا وطول ما في ظهره جمهور فعلا كلمة جمهوره دا حماه ما تقلتش من فراغ ما تقلتش من فراغ افهم يليفة معنى الانتماء وعايزك يا ميدو أنت طلعت كل شوية عملتوا قولي إيه طلع عمرا وقالي مع عزف زاهر بل والله بيرامدز اتظلم كثير اتظلم فين حالتها فين اللي اتظلم عن أي ظلم تتكلم هوا أنت صبت المظلمية من الزمالك وقلبتوها على بيرامدز هوا أنتوا أي كلام في أي اتجاه علشان تبرروا الخسارة يا ابني فيه ايه فيه ايه ما تعقل وركز كده اعقل وركز خلي عندك انتماء فين بقى سنظل أوفياء يعني سنظل أوفياء في طولته قارفين بيها دلو نهار على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات وعلى الإزاعة سنظل أوفياء وأغاني ما عرفش ايه يا عام اللي أنا عرفه انت منتمي لفريق انا بشجعه على الحلوة وعلى المر ده اللي عرف بشجعه على الحلوة وعلى المر لكن تطلع تهجص علينا وانت سكران طينا والدنيا خربانا معاك وعمل لي بودكاست تقول لي ده أنا بطلت عشان خاطر ولادي وربنا فين يعني عشان تبطل تقول لي عشان خاطر ولادي طيب وفين خاطر ربنا عندك الناس دي مغيبة والله والله الناس دي مغيبة وبتضحك على نفسها وبتضحك على جمهورها والمشكلة ان في جمهور كتير ماشي وراهم المشكلة ان في جمهور كتير ماشي وراهم ليه منش فاهم احنا عندنا ان شاء الله بإذن الله مباراة بكرة مع الألمونيوم النادي القاهدي بإذن الله نكسبها طبعا هنلعب بقى مش هنقولك بالرديف هنلعب باللعيبة اللي يعني ايه ما لعبتش وفي اخر المرش يقدر مرس الكولر يقدر ينزله كام لعيب علشان نتطمن على لعيبتنا وان شاء الله ربنا يكردنا بإذن الله ونكسب الطموح يقولك ده رمضان صبحي ان هذا الأهل هو اللي عمل فيه المغرز بتاع المون الشيطات يا عم الأهل المال يعمل يا جاهل يا جاهل اصحى يا ليفة يا ليفة اصحى مال الأهل ومر رمضان صبحي رمضان صبحي بقى له أربع سنسا بالأهل عمل ايه بالطموح فرح بالمئة مليون ما هو قاعد بطولة مال الأهل ومر رمضان صبحي ان احنا مالنا ده بتدخل هات خلونا قول الكلمة اللي ملهاش لازمة انت احنا مالنا يا عم انه الاهل مالوا مال القصة دي كلها يتوقف ولا يلعب ولا عنه ملاعب احنا مالنا احنا احنا مالنا دعوة احنا بنتكلم على النادي بتاعنا يا راجل دهتلي واحد كلا زملكاوي ولا اي حد من السوشال ميديا الزملكاوية ولا اي محلل اللي تلعين بيهجسوا ليل ونهار فاكرين نفسهم محللين وكل واحد معا دي بليوم بيطع بيتكلم معنا يقول لك النادي الاهل وبرمز ما عرفش ايه وبتاعه وهو قصما بالله ما فهمين اي حاجة في اي حاجة ولا يفقهوا اي شيء في اي شيء بس بيطلعوا يسيبوا في النادي الاهلي ويشتون في النادي الاهلي وكلامهم كله على النادي الاهلي علشان المشاهدات وعلشان التريندات عندك رضا عبد العاد والدردير وعفاة نصر وقصان حق كتير هتعدي مين هتعدي مين ولا مين ولا مين كتير كلهم بيطلعوا يتكلموا علشان يجبوا سورة النادي الاهلي هتبس سورة النادي الاهلي في جملة مفيدة علشان تاخد مشاهدات وعلشان تشتغل وتقدر تقول موجود على الساحة ما بقول لك ايه انا اعترض اذا انا موجود خليك معترض على طور خليك يا ليفة معترض علشان تكون باين في الصورة ويا رب تنبطي بقى كده ان شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا يوم الاثنين ان شاء الله على بيرمدز ونعمل اذكر عليهم من اول المطش وما اتمنى من مارسل كلر ما تنزلش افشا مع امام عشور تاني خط النص يرجع زي مكان خط النص خليه زي مكان الدفندرات بتاعتك يتبتدي بقفشة واقرم توفيق ومروان عطية يا امام عشور واقرم ومروان زي ما كنا جذاب علشان نعمل اندماج وانسجام في اللعبة مع بعض اللعبة خلاص ايه فهمي انما تنزل اللي تنم بيخش يا عمالحج ايه ده الله يكرمك المطش صعب ومش هكون سهل وهم مش هفرطوا المرات الناس دي عايزين يكسبوا عايزين يكسبوا قل لك علا وعسى يمكن الاهل يقع له مطش ولا حاجة ده لسه قدام الصراميكا والمصري ومعرفش ايه والدنيا ايه طوع معه شوية نقدر نصطادهم لا يعمل حاجة ان شاء الله بإذن الله انا متفاق الخير في المطش اللي جاي ان شاء الله ربنا يكرمنا ان الاهل قدها وجمهور تحية كبيرة جدا لكل اللي حجز وكل اللي ما حجزش وكل اللي بيشجع من قلبه وبيشجع روح الفلين الحامرة اللي كلنا دايما وراه وعالحلوة وعالمرة وراه وهنلدى الوراه رغم أنف الحقدين والحاسدين يا ممدوح يعيد ياللي قاعد شغال كدنس وان قاعد عمال بالزبط زي ما انتو فاهمين كده بالزبط ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ودعواتكم ودعوات كل الأهلوية وشكرا للإدارة والكابتن محمود الخطيب على الاستجابة للجمهور وعلى المباراة الكريمة اللي عملها في تخفيض الدساكر في جميع المباراة القادمة اللي خلاها خمسين جنيه للتالتة وتكفل ب فلوس مباراة الاهلي وبرمز هي دي الإدارة وهو ده الرئيس وهي دي الجماهير ولا عزاء للحقدين والحاسدين واشوفكم على ألف خير ترجمة نانسي قنقر